فانتا النهاردة الامور ما بقتش بالسهولة اللي الناس متخالة للمناسبة بس عالسا يقلق كمان على حكاية الشنداوة دي وقال ان المصطفى كان يلعب النهاردة ويغلط والمناسبة الخطأ بتاع الشنداوة هو مش خطأ يعني ايه مش خطأ فجأ يعني كان ممكن ما يطلعش قوي و هو راجع يعني يعني ينفع تعادي بس طبعا له جزء من الهدف بس المصطفى كان ممكن يغلط ولو كان مصطفى غلط كان يقال لك لأ كان الشنداوة هو المفروض يلعب في أرض الملعب فطبيعي بيبقى موفق في قولاته وحاجة أخيرة بس كريم عاوز أقولك عليها هي الناس بس عشان ما تبقاش بتحكم على الكابتن حسام بعنف شوية في موضوع الأداء والشكل هو منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته التاريخي أفضل أداء كان بيتعمل في بطولات أفريقية المجمعة إنما قصة التصفيات أنا عمري ما شفت منتخب مصر بيلعب أداء عالمي في التصفيات بما فيهم حتى كوبر لما قدنا كاس العالم فاكر موضوع مصر وغانا 2-1 إحنا لأ عصام الحاضر يشال كمية كور من عندنا على غانا مش طبيعية أما يقول لك يعني إرادة هيبقى المنافسين يمكن معنا في المجموعة دي مش زي المنافسين لكم العيون في التصفيات بس في كل الأحوال المهم إن إحنا بناخد خطوات لأداء وده الأهم يعني إحنا نستر كاملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا